مساسرة ستة الحسن والنهاردة هنتكلم عن ملخص أحداث الحلقة الخمسة واللي بتبدأ ببراك كان راكب العجلة وماشي عادي بيتخيل بواحدة ستة لبسة اسود بيوقف علشان يبص عليها مش بيلاقيها لكن لما بيوصل مكان اللي هو رايحه بيلاقي الستة قعدة بالشكل ده ولما بيقرب منها علشان يشوف يمين بتطلع بالمنظر ده تقريبا دي رحيمة بس شكلها مشوه لكن كل ده بيطلع في الآخر مجرد كابوس بيقوم طبعا من النوم مفزوعة جدا في حين ان ستة الحسن بتشم ريحة كريهة جدا بتخرج من المكان اللي هم فيه بتفضل تقول لبراك ان هو السبب لانه مش بنضف كويس وراه وبتيجي صبع على الريحة وبتقول ان الريحة فعلا فضيعة بتقول لها ستة الحسن خلاص طالما انت لسه جاية يبقى لازم تشمي وتشوف الريحة دي جاي منين بالضبط لان احنا الريحة دي بقالها فترة عندنا لما بيفتحوا تبلاعة بيشوفوا جسد رحيمة جوا وغرقانة في الميا وده طبعا اللي بيخضهم وبيجروا ومش عارفين يعملوا ايه بالضبط في حين ان واحد بيخبط على الباب وبيطلع عبد الرزاء بيقول لي ستة الحسن انت كلكم متجمعين قالت له ايوة بيردوا بقول لها ان فيه ريحة وحشة جدا مش عارفين جاي منين وانه هو كلم البلدية تيجي وتشوف وده اللي خلاها طبعا تبقى مرتبكة وتدخل بسرعة وتقول لصبع وكمان جزها براك ان هما لازم يردموا البلعة بالتراب والرمل علشان خاطر الجزة دي ما تبنشوا وكمان الريحة تخف وده اللي عملوه لكن لما صبع في البداية رفضت قالت لها لو ما عملتش كده انا حفضحك وعملي اللي بقولك عليه وبتضطر طبعا صبعا هي تساعد براك وانه هما ياخدوا رمل ويروحوا علشان خاطر يسدوا البلعة بعد كده منلاقي ايه الهام مسكة بطنها وبطنها وجعها طبعا كانت راحك لستة الحسن واخدت وصفة من هناك من وصفات الشعبية علشان رجليها بتسأل جزها احمد قبل ما ينزل الشغل اذا كانت في اي اخبار عن خلتها اللي هي امه يعني قال مفيش يجي كانت مسكة بطنها وبتتقلم قال لها تعالي وديك للدكتور مش حينفع سيبك كده وبياخدها فعلا علشان يعرضها على دكتور في حين براك لسه بيردم في المكان وطبعا بتحاول ستة الحسن هترش مياه علشان الريحة وبتجهز كل حاجة علشان البلدية دلوتي حييك واكيد واعيزين يشوف الريحة جاية منين سابق كانت متوترة وخايفة جدا وبتقول ايه اللي بتعملو ده وانا ازاي اشترك معاكو في حاجة زي كده هاددتها ستة الحسن انها لو ما اشتركتش هتفضحها وانها عملت كده قبل كده وطبعا بتضطر ان هي تعمل زيهم وخلاص من لايه بعد كده سليمان بيتكلم مع زوجته قبل ما ينزل الشغل بيقول لها مالك في ايه قالت له انت تدر عني انت اصلا ما تعرفش اي حاجة عني قال لها ايه اللي مزعالك يعني قالت انا مش عارفة ليه ستة الحسن حطاري في دماغها انا نفسي تشلني من دماغها خالص البلدية بيوصلوا وبيروحوا يخبطوا على ستة الحسن اللي بتقول لهم ان الريحة مش جاية من هنا الريحة جاية من هناك لكن بيصروا ان هم يدخلوا ويتأكدوا بنفسهم بتدخلهم طبعا وبتطلب من صبا تعمل الشاي وبيدخلوا بس مش بلاوا اي حاجة لكن بيلاقوا ان الحض مسدود وبيقول لها ليه الحض مسدود كده اكيد يعني ان مجال تكون عندكم مسدودة يبقى ممكن يكون اي حيوان ميت ولا حاجة موجود فيها وانه هو حيبعت لها ناس عشان يصلحوا المجال دي ويشوفوا موضوع البلوع لما سألتهم امتى ردوا وقالوا قريب مش حنتأخر وطبعا كانت صبا جايبة الشاي وكل بيحاول ان هو ما يبقاش متوتر وبيمشوا بينما الزابط احمد بياخد زوجته الهام بيعرض على طبيب بيسألها اذا كانت أكرت حاجة او شربت حاجة غريبة عنها قالت ان هي بتكون في العادي يعني الحاجات المتعودة عليها مفيش اي حاجة قال له خلاص انا حديكي بعض الادوية لكن مرة واحدة بتفتكر ان هي اخدت اعشاب والاعشاب دي جابتها من ستة الحسن وده اللي خلى احمد طبعا اول ما يسمع ما بيسمع سيرة ستة الحسن بيرتبك جدا وبييجي وبيقول لمراته بعد لمراته الهام بعد ما خرجوا من عند الدكتور اللي بيوديك الواحدة زي دي قالت ان هي بتعمل وصفات شعبية والناس كلها بتشكر فيها والمحل دايما بيشغز أباين وزحمة وانها كانت عايزة تعلج رجليها بس هي علجت رجليها وحاسد ان بطنمت وجاعها وده اللي خلى يقول لها اوعي تروحي نحيتها خالص ولا تقربي لستة الحسن دي براك بيغير هدوم وبيتشطف بعد طبعا مخلص الردم والحاجات دي وبتدخل عليه صابة بيتخض جدا بتقول له انت بتتخضي عشان خطر انا موجودة اما لو حد بقى مسبب لك رعب في حياتك وتع تعمل ايه انا عيشة مرعوبة يلا نسيب البيت ده يلا نبين عن ستة الحسن احنا مناش في الكلام ده احنا تورطنا معاها وكده ممكن نموت معاها لكن طبعا كان بيشاولها ويقولها ما ينفعش لازم قعد هنا ستة الحسن بتدفع الايجار بتصر ان هي تاخده ويخرجه ويعيشه في اي مكان برا ويبعد عن ستة الحسن لكنه بيرفض بينما هنا ساعد بيسأل الزابط احمد اذا كان يعني مراته الهام كويسة الايوة وبيدخل الزابط احمد بيفكر في اللي حصل واي شبهة او اي حاجة غريبة بتبقى ستة الحسن هي اللي وراها وده اللي خلاهي راجع الكاميرات وبيشوف في الكاميرا العربية بتاعت ستة الحسن اللي كانت موجودة في نفسي تقريبا لما ممطو عدت من نفس المكان ده ستة الحسن بيجيها العمال اللي حيشتغلوا ويشوفوا موضوع البلاعة المسدودة ديه على شقاطه يصلحوها وبيطلوه اذن من البلدية انا طلوه ماشي حاجبلكو الازن بتدخل علشان تجيب فلوس من جوة بتلاقي فار بتتخضي جدا وبتاخده وبتضربه وبتطلع وبتقوله خد اه دي التصريح وطبعا ما كانش تصريح دي كانت فلوس يعني رشوة كده طبت احمد استدعاها بيقولها ان فيه شبهات حول جزها براق في موضوع اختفاء الستات وانه عايز يعرف كل حاجة عن ستة الحسن وعن براق لكن هي بتقول ما فيش حاجة يعني غريبة وطبعا بتنكر قال لها خلاص انا هخليكي ترقبيهم الفترة الجاة دي رقبيهم كويس جدا وكتب تحركتهم في ورقة وتعالي علشان تعرفيني كل حاجة على فكرة هم الاتنين بيهددوا امن الديرة ولازن تبقي معانا وتتعاوني وكمان هيبقالك هداية كبيرة جدا يعني مبلغ مالي كبير وانا بوعدك بكده لو ساعدتنا فعلا صبق اخدت شاور كده وبتلاقي جزها داخل بقولها كنت فين قالت ان هي كانت بتشتري حابة حاجات من السوق طبعا ما قالتش ان هي كانت عن الزابط ستة الحسن بتوصل بحل بتاعها كان فيه واحدة بستنية علشان عايزة تشتري حابة حاجات وعبد الرزاق طبعا كان مقاعدها لحد ما ستة الحسن تيجي دخلت المحل علشان تجيب لها طلباتها لكن مرة واحدة بتشوف المراية ان ستة دي بتسرق المفتاح بتاع المحل وده اللي خلها تجري وراها وتقولها بتعميلي ايه وستة دي بتجري وستة الحسن تجري وراها وتقول حرامي حرامي وطبعا رجالة بيروحوا جاري ورا الحرامي ده لكن ستة الحسن بتوقف لما بتشوف فيه دم مع المصمار معنى كده ان اللي كان بيجري او اللي كانت بتجري دي اتخبطت في المصمار وتعورت وفي دم في المصمار وحنشوف دلوقتي من اللي كان بيجري بتتصل بعد كده برجاء لأنها شكة فيها ولما بتتصل برجاء مش بتلاقيها موجودة في البيت أما بالنسبة للرئيس بتاع الزابط أحمد بيقوله إن انت خدت مهلة كبيرة جدا تكفيك ومع ذلك ما فيش أي شبهات عن الناس دي طلب مهلة زيادة علشان خاطر يدور ويبحث ويستقصى وراهم يمكن يكونوا هم اللي ورا اختفاء الستات قال له خلاص قدامك فترة بسيطة بينما سعد هنا بيرائب ست الحسن واخوها طبعا مفيش أي حاجة وبيقوله إن أنا برائبهم بقالي فترة ومفيش أي حاجة مريبة يعني حياتهم العادية وطبعا اللي خلت الزابط أحمد يتجنب أما بالنسبة للرجاء فالست الحسن تتصل بيها علشان تسألها وبتقول لها كنت فين قالت لها إنها كانت في المستشفى قالت لها ليه في حاجة قالت لها أنت مالك عايزة مني إيه قالت لها أنا حاجيليك ونتكلم مع بعض بينما هنا لسه الزابط أحمد وساعد بيرائبه في براك يعني يعيش عادي وطبعا ما يعملش أي حاجة علشان ما يشكوش فيه وكان واخد باله أصلا من هم مرقبينه بينما من لايه إصابة ووقفة كده من بعيد عند أم حصة وشكلها كده حطها في دماغها علشان تجيبها وتبقى ضحاية زي الضحايا سبت الحسن بتروح لرجاء وبتسألها كنت فين قالت لها أنت عايزة مني إيه يا سبت الحسن يعيدي عني أنا مش عايزة أصلا في حياتي خالص ياريت تشيني من دماغك شوية أما بالنسبة لصبع فبتاخد أم حصة وطبعا بتمثل أنها حامل وتعبانة وبتحول أم حصة أنها تساعدها بينما هنا براك ممرطة بتدخل عليه صبع بتقول له كفايل إحنا بنعمله ده أنا تعبت أنا مش عارفة إزاي بمشي ورقه بالشكل ده أنت كل التصرفاتكو غلط وأنا مش عارفة أعمل إيه ست الحسن بتنزل من عند رجاء وبتقابل جزها سليمان وهو داخل لكنها أول ما بتشوفه مجروح في دراعه طبعا بتشوف كيفية أن هو اللي بيبقى عايز يسرقها وأن هو الحرامي أو الست اللي جات لها وكان متخفي وهو اللي اتخبط في المصمار وشكل هو اللي متورط وبيدور وراء ست الحسن وده اللي خليها تتصدم وتبصره بالشكل ده وبتخلص الحلقة على كده ده كان ملخص لحداث الحلقة الخامسة يما مسلسل ست الحسن يا رب ملخص يكون عجبكم حلقة ثانية من ست الحسن باي باي